الحجار قاعد معي ورا الكواليس وبنتفرج على المقدمة اللي حضرتك بتقوليها قال لي إيه دا ما دا بنجوة حلوة قوي مين؟ أحمد 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 طبعا راجل مؤدب راجل محترم يعني بيقول دا من باب يعني الوصف ما تسيبوا إيه لي علي ما تسيبوا يقول سيبته وقلت له آه طبعا يعني عشان هو محترم المفروض ما يقولش لا يعني ما يقصدش أنه بيعكس الراجل يعني هو الجميل آه جميل أحمد طبعا هو جميل عايزين نتكلم بقى من الأول خالص اللي هم الخرصانة الخرصانة بتاعت العيل بابا وماما يا ابن الفنان الكبير العظيم يعني حقيقي إبراهيم الحجار احكي لي بابا إزاي اكتشفك هو بيقولي أنه لما كان بيصلي وأنا لسه بابا يعني لسه عندي مثلا أيام أو يعني أيام؟ يعني شهور مثلا شهور؟ آه يعني بيقول لي لسه في الشهور الأولياء خالص هو دايماً أما كان بيصلي بيصلي بصوت بتجويد بيجود القرآن حلوي يعني بصوته الجميل ده فيقول لي لو أنت كنت بتعيط عشان أي حاجة طفل بقى جعان بتاع أي حاجة فأول ما أبدأ أجود القرآن تسكت لغاية ما خلص خالص وبعدين أقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تتحك فيعني واضح أنه بدأ يلاقي العلاقة بين المزيكة والطفل ده طفل ده بعد كده وأنا برضو طفل أربع خمس سنين كان بيحصل كل يوم خميس في البيت في البيت الكبير بيحصل قعدة فيها خلاني الرسام والعواد واللي بيقلت فريد لطرش واللي بيحب عبد الوهاب وأمي كان بتغني الأسمهان وده غنى صعب جدا وليلا مراد طبعا فالعيلة وعشان كده أنا وأحمد ما هربناش من الجينات معرفناش يعني جينات من الأب ومن الأم فيعني غصب نعنينا عندنا حدة الفن دي طبعا فكل خميس تحصل قعدة ونغني فيلقوني بغني معهم الحاجات الصعبة دي اللي الكبير بيقولوها وكنت بتغنيها آآ فاكتشفوا الحكاية دي حلو قوي الاجتماع العائلي ده آآ إنه يبقى فيه يوم يعني مفيش حد أنا قابلته ناجح وبيبرق إلا يكون خارج من عيلة خوية كلها بتتجمع أيوة حقيقي حتى المسألة يقولك ده متربي على طبلية أبو أيوة عزوة كده عزوة عزوة حلوة كلمة عزوة ماما بقى قلت لك أنا بتغني بتغني حلوة قوي بتغني حاجات صعبة اللي لأيلة مراد وأسمعين طبعا عمرها لا هي ولا أخواتها احترفوا يعني يعني هو كده في الهواية هي كانت كمان سميعة لأبويا يعني يعني كانت تحبه قوي مقتنعة به جدا لدرجة إنه كتير أنا فاكر أنا كنت بحب دايما أنا صغير أعود معاها وهي بتقور الكوسة وهي بتعمل محشي كروم حاجات دي وأخذ المقورة دي منها وبوز لكوسيتين كوسيتين بدينجنتين آه يبقى بابا عنده عادة إنه يصحى لما بيصحى من النوم يجود القرآن شوية نص ساعة ولا حاجة وبعدين يبدأ يمسك العود ويغني فهي كانت إحنا عاديين في المطبخ وهو في القوضة يعني هو مش سماعها هي بتقول لنفسها يا حبيبي إبراهيم الله عليك الله عليك كده بهيام ولا في الأداء ده والصوت الجميل ده وكده فهي كانت طول عمرها تحبه ومقتنعة به ومصدقة إن الراجل ده برغم كل الظروف اللي مر بيها عشان اسم الحجار ما عجبش رئيس الإزاء عشان مش عارف كل الظروف دي فاكرنا الحواديد إنما آه طبعا إنما هي مقتنعة بصوته وكتير كان هو يمسك لها العود ويقولها أقول يا بس بس يعني بيدلعها ويخليها تغني في القاعدة وإحنا قاعدين أي حاجة مثلا لليلة مراد لأسماهان وكده الله إنك عيلة حلوة قوي عيلة جميلة جدا وعلى فكرة هم اللي علموني القرية كمان أمي ما كانتش بتسيب الكتاب من إيديها في الأوقات اللي ما فيهاش طبيق ووسيل وكده هي على طول في إيديها كتاب ورغم إنها خارجة من المدرسة من ربع ابتدائي ولا حاجة الله بس كتغوية كده وبابا كان بيحب يقرأ بابا مثلا عرفني يعني إيه طغور بيرى الشعار العظيم العندي طغور عرفت بسببهم الاتنين كمان بمناسبة حكاية العيلة وطبلية طب وكده لما أبويا انتقل من فكرة المطرب للكورس بقى بقى كورس بيرد على المطربين وكده كان كتير لما يرجع من حفلة من الحفلات اللي بتتعامل بمناسبة 23 يوليا فيرجع مغني مثلا معه ست سبع مطربين فيبقى معه فلوس فيرجع يجيب كيلو الكباب وصناية بسبوسة ويصحينا الساعة 3 ونصة 4 الصبح نسحى كلنا يعني أنا وأحمد ما كانش رقفة الصغير ما كانش تولد لسه نسحى وماما ونحط الطبلية ونبقى فرحانين جدا بفكرة انه بيصحينا منعز النوم بس هو دلوقتي جايب يعني جايب معاه الحب ده الله آه كان بتبقى يعني طقس كده هو كان بيحب يعمله لنا دايما وجبة حب آه تغنيت للأطفال وغنيت للأمهات وغنيت للأب يعني أنت مطرب العيلة كلها عايز أسمى حاجة للأم